اشتركوا في القناة الحمد لله وحمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد قول المصنف أخذ الأموال بغير عوض قبل الحديث عن تفصيل كلام المصنف هذه القيود التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى يدلنا على أن كسب المال وتملكه له أحوال وقد بيّن الفقهاء رحمهم الله تعالى أن المرأة لا يمكن أن يتملك مالا إلا بأحد ثلاثة أسباب أساسية ويرجع لهذه الأسباب الثلاثة الأساسية سائر الأسباب الجزئية السبب الأول قالوا الملك بالإرث الملك بالإرث وسيفرد له المصنف حديثا مختصرا في آخر هذا الكتاب والأمر الثاني قالوا الملك بالعقد وهذا سأرجع له بالحديث بعد قليل والثالث هو التملك للمباحات والتملك للمباحات أيضا أنواع سيأتي الإشارة لها والتملك بالعقود كثيرة جدا العقود وأهمها كما تقدم معنا البيوع والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن التملك بالعقد تارة يكون معاوضة وتارة يكون تبرعا وتارة يكون معاوضة غير محظة إذن العقود ثلاثة أنواع إما أن تكون معاوضة ومنها البيع والإجارة والسلم ومنها ما يكون تبرعا كالهبة والعارية وغيرها ومنها ما يكون معاوضة غير محظة والتعبير بكونها معاوضة غير محظة هذا تعبير الشمس الزركشي ويقصد بالمعاوضة غير المحظة عقدان عقد الخلع وعقد النكاح فإن المهرة من الرجل والعوضة من المرأة في الخلع هما معاوضة لكنها ليست بمحظة أي من أحد الطرفين دون الطرف الآخر فالطرف الآخر لا يبدو العوضاء المقصود من هذا كله أن نعرف أقسام العقود فعندما قال المصنف أخذ المال بغير عوض فمراده بذلك العقود التبرعات في الجملة وسيشير أيضا لبعض المباحات إن شاء الله في محلها ويقابل ذلك عقود المعاوضة التي سبقت والأقسام الثلاثة سيأتي الإشارة لها فيما بعد قال المصنف أولها العارية والمراد بالعارية هي إباحة العين وليس تمليك العين فالعارية هو أن الشخص يعطي الآخرة عينا لينتفع بها والحقيقة أن المستعير إنما هو مباح له المنفعة وليس مالكا المنفعة كالمستأجر والفرق بين من أبيحت له المنفعة ومن ملك المنفعة أن مالك المنفعة يجوز له أن يعاوض عليها ويجوز له أن يبذلها لغيره فينتفع هو بنفسه أو يجعل غيره ينتفع بها أما من أبيحت له المنفعة في العارية فإنه لا يجوز له أن يعيرها لغيره ولا يجوز له كذلك أن يجعل المنفعة مباحة بعوض أو بغير عوض بإذنه وهذا يدلنا على أنها إباحة وليس التمليك وذلك أن العلماء يقولون إن التمليك يثبت بالعقد بينما الإباحة يترتب عليه الملك ومتى يترتب الملك بعد القبض فالمباحات لا تملك إلا بالقبض فالصيد في الهواء والحشيش والحطب لا يملكان إلا بعد الحيازة فمن حاز مباحا ملكا والعارية لا تحاز منفعتها إلا بالاستخدام فما استخدمه ملك المنفعة الماضية ولم يملك القادمة وإنما أبيح له الانتفاع بها وإذلك تعبير الفقه بأن العارية إباحة مسألة دقيقة ومهمة جدا يترتب عليها ما ذكرته قبل قريب قول المصنف في كل عين ينتفع بها مع بقائها هذا يدلنا على أن العارية يصحه طبعا بالتشديد وبالتسهيل عارية وعارية كلاهما لغتان فصيحتها هذا يدلنا على أن العارية إنما تكون في الأعيان التي لها منافع التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء العين وعلى ذلك يخرج أمور الأمر الأول العين التي لا منفعة فيها فإنه لا تكون فيها عارية لأنها أصلا لا منفعة فيها الأمر الثاني العين التي فيها منفعة لكن منفعتها منفعتها إذا استخدمت أدت إلى فوات العين مثل الطعام فمن أعار غيره تفاحا أو خبزا فنقول هذه لا تصح أن تكون عارية وإنما تكون إما قرضا أو بيعا إما قرض أو بيع لأنها لا يمكن استفاء المنفعة إلا بتلف العين فحينئذ لا يصح نعم ثم قال المصنف ويردها أي ويجب على المستعير أن يرد العين وجوبا حيث طالب بها صاحبها قال ويضمن عينها هذه العبارة مهمة جدا وهذه من مفردات المذهب والدليل يدل عليها وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان لما استعار منه أدرعا قال هي عارية مضمونة قال الفقهاء فقول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة هي صفة لعقد العارية فهي صفة فكل عقد عارية فإنها تكون مضمونة لأن من أهل العلم من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة شرط في العقد ولكن ظاهر الحديث أنها صفة فكل عارية مضمونة لأن صفوان لم يشترط لم يشترط الضمان وإنما بيّن نبي صلى الله عليه وسلم أن العارية مضمونة ومعنى قولنا إنها مضمونة أي أن المستعير يضمن العين سواء فرط أو لم يفرط وذلك وهذا مهم أن نعلم أن العلماء يقولون إن الأيدي ثلاث إما يد ملك وإما يد ضمان وإما يد أمان فالأيدي ثلاث لا يوجد غيرها فكل من كانت يده على عين حقيقة أو حكما فلا يخرج عن الثلاث أما من كانت يده يد ملك وتصرف فإنه لا يضمن مطلقا سواء ترفت بفعله أو من دون فعله النوع الثاني من كانت يده يد ضمان وهي التي يسميها العلماء بيد الغصب فمن كانت يده يد ضمان فإنه يضمن العين سواء ترفت بفعله أو بدون فعله وبتفريط منه أو بدون تفريط بتعدد أو بدون تعد ومنها العالية وما أخذ بغير إذن فلو أني أخذت ثوبا لك من غير إذنك فلبسته من غير إذن منك فإن يد يد ضمان وبناء على ذلك فأي تلف يقع على الثوب فإني أضمنه لأن يد يد ضمان النوع الثالث يد الأمانة والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط وسيأتي بعد قليل أن الوديع أمانة وليس الضمان كما سيأتي بعد قليل إذن فقوله ويضمن عينها أي أن يده يد ضمان فرط أو لم يفرط وبناء على ذلك فمن استعار من صديق أو جار استعار منه سيارة ثم قادها في الطريق فجاءه طارئ من الطوارئ فأتلف السيارة أو وهي واقفة أمام بيته بعد الاستعارة جاء ما أتلفها فنقول إن المستعير يضمن ذلك التلف لأنه ضامن فيده يد ضمان وهذا مناسب لأن فيها توسعة على أصحاب الحقوق أو الأموال ليعيروا فإن الإعارة من العبادات أو من الأفعال التي فيها أجور عظيمة وقد ذكر الله عز وجل في نعتي المسيئين ويمنعون الماعون أي يمنعون إعارة الماعون في أحد التفسيرين فدل ذلك على أن العارية العين إذا كانت عند الشخص وكان مستغنياً عن منفعتها فإن إعارتها فيه أجر عظيم قال ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف قوله وأجزاءها أي وما تلف من أجزائها وهذا ليس على سبيل العموم وإنما العلماء يقولون إنما جرت العادة بتلفه بالاستعمال المعتاد فلا يضمن ومثلوا لذلك قالوا كهدب الثوب فمن استعار من غيره ثوباً ثم لبسه فغالباً إن هدب الثوب مع كثرة اللبس قد يعني يتلف وقد يكون هدب الثوب يعني يأتيه بعض الأثر وخاصة قديماً عندما كانت الأقمشة ليست بقوة الأقمشة التي يتعامل بها الناس الآن إذن هدب الثوب وطرف الجيب ونحو ذلك من الاستعمال المعتاد ومثل الكفرات في الاستعمال المعتاد للسيارات والقلم في يعني انتهاء بعض حبره ونحو ذلك هذا لا ضمان فيه لأن الاستعمال المعتاد قد أذن به صاحبه نعم وصلى الله عليكم قال رحمه الله الثاني الوديع عند المستودع أمانة لا ضمان عليه فيها من غير تعدين نعم الوديع هو أن الشخص يجعل ماله عند غيره ليحفظه ليحفظه الحقيقة أن هذا ليس تملكاً للمال ولا للمنفعة لأن المستودع ليس له أن يتملك المال ولا المنفعة وإنما هو يجعلها عنده فتكون عنده على هيئة الأمانة وإذا خغال عند المستودع أمانة فلا يجوز له أن يتصرف فيها ولا يجوز له أن يستخدمها ولا يجوز له أن يتعد فإن بقيت عنده فلا ضمان عليه إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط بأن جاءها طارئ من الطوارئ كسارق مثلاً وكان قد حفظها في حرز مثلها فلا ضمان عليه هذا معنى قوله لا ضمان عليه فيها من غير تعد أما لو تعد أو فرط مثال التعدي أن يستخدم الوديعة فإذا استخدم الوديعة فقد ضمن أو يفرط بأن يحفظها في غير حرز مثلها وهذا يسمى تفريط وهو الامتناع عن ما يجب عليه فعله فإنه يضمن حينئذ لأن يد المستودع يد أمانة وليست يد ضمان لأن يده يد أمانة وليست يد الضمان مما تكلم عنه أهل العلم مسألة وديعة النقد فبعض الناس يجعل له نقداً عند آخر من باب الوديعة فيقول احفظ هذه الألف عندك فيقوم المستودع بخلطها بماله أو يقوم المستودع باستخدام هذه الألف بعينها فحينئذ نقول إن يد المستودع للأموال تنقلب إلى يد ضمان لأنه تعدي لأن هذا الفعل تعدي لأن العلماء يقولون إن الخلط اتلاف من خلط شيئاً بآخر فقد أتلفه زيتاً بزيت خلط مالاً بمال وذلك من استودع مالاً وخلطه بماله يضمنه مطلقاً حتى لو تلف ماله كل المال الذي منه هذا المال بحيث أنه لم يتمايز خلطه بمعنى أنه لم يتمايز فإنه يضمن في ظاهر كلامهم نعم من أهل العلم من يقول إن إذا كانت العادة الخلط فإنه لا ضمان لأن النقدين وما في حكمهما كالأوراق المالية لا تتعين بالتعين وهذه مبنية على مسألة هل تتعين بالتعين أو لا تتعين السلام عليكم قال رحمه الله الثالث الغصب كل من غصب مالاً محترماً ممن حرم عليه قتله أو كان متنقلاً إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وضمينه بالتلف وكذلك يضمن أجزاءه إذا لم يكن محرماً نعم هذه مسألة الغصب الحقيقة أن مسألة الغصب يقول العلمة هو من أدق أبواب الفقه بل أن بعض مشايخنا عليه رحمة الله كان يقول هو أدقها وهو أصعب أبواب الفقه لأن الغصب هو معناه الأحكام المترتبة على من تعدى على مال غيره سواء تعدى بفعله أو تعدى بتفريطه أو تعدى بتفريطه وقد يكون هناك صور غصب حكمية ذكرها العلماء في محلها يقول الشيخ كل من غصب أي تعدى بإطلاف أو أخذ أخذ وحيازة للمال من غير إذن أو نحى ذلك من صور الغصب كل من غصب مالا محترما محترما أي معتبرا له القيمية وتقدم معناه وما فيه منفعة مباحة وله قيمة ممن أي كان المال المحترم يملكه من حرم عليه قتله والذي يحرم قتله هو المسلم والذم والمستأمن وإدخل فيه المعاهد قال أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله يعني كان ذلك المال منتقلا إلى من يحرم عليه قتله معنى ذلك أن من حرم عليه قتله وهو الذم قد يتملك مالا غير محترم فيكون كل من غصب مالا منتقلا فيكون تقدر جملة غصب مالا منتقلا إلى من حرم عليه قتله لأن من حرم قتله كالذم قد يحيز شيئا ليس مالا في شرعنا وإنما هو مال في شرعه كالخنزير والكلب والخمر فإن ذلك يكون غصبا فإن ذلك يكون غصبا ومن غصب شيئا من ذلك فإنه يرد قيمته أو مثله طبعا مثله في غير الخمر والخنزير قال أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله هذه أتى بها ليدخذ الحقوق غير المقومة بالمال قال وجب عليه رده هنا بدأ يتكلم المصنف عن ما يجب على الغاصب من الأحكام فذكر حكمين وسأزيد على هذين الحكمين غيرها أول حكم أو رده قال يجب عليه الرد بمعنى أنه يلزمه أن يرد العين المغصوبة لمن غصبت منه الحالة الثانية أو الحكم الثاني وهو تابع الله أنه يضمن أجزاء أو يضمنه إذا تلف عفوا يضمنه بالتلف يعني إذا تلف بالكلية فإنه يضمنه وكيف يكون ضمانه قالوا إذا كان مثليا فبمثله وإن كان قيميا فبقيمته هذا ما يتعلق بضمان التلف الأمر الثالث قال يضمن أجزاءه بمعنى أنه إذا وجد فيه عيب فإنه يضمن أرشى العيب فلو أن هذه العين المغصوبة التي عليها الضمان وهي مضمونة كذلك جاءها تلف فينظر إلى قيمتها سليمة ومعيبة والفرق بينهما يرده إذن أورد المصنف ثلاثة أمور وجوب الرد إذا كانت العين قائمة إن تلفت بالكلية رد قيمتها الثالث إذا تلف بعض أجزائها لزم رد العين ورد أرش العيب أرش العيب وهو ضمان الأجزاء وهذا معنى قوله وكذلك يضمن أجزاءه ويضمن أجزاءه قوله إذا لم يكن محرما يعني هذا القيد يعني أن المال المحرم كالخنزير والخمر إذا غصب من الذم فإنه يجب رد العين وما بقي من العين إذا كانت محرمة فإن تلفت فإنه لا يرد بدلها لأنه قد ألغيت قيمتها قد ألغيت قيمتها طيب من الأحكام التي لم يردها المصنف أن العلماء يقولون إضافة لهذه الثلاثة الأمور يجب على الغاصب أو يثبت على الغاصب مؤنة الرد فلو أن شخصا غصب من آخر قلما ثم سافر بهذا القلم إلى بلد بعيدة فيجب عليه رد القلم ومؤنة نقل هذا القلم عن طريق البريد ونحوه من طرق الشحن هي واجبة على الغاصب لأن هذا من باب التابع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من الأمور التي أذكرها العلماء تجب على الغاصب كذلك وهي أجرة الأعيان التي تقبل التأجير فلو كان المغصوب له أجرة كمن غصب دارا أو قلما أو كتابا أو مركوبا وحيوانا ونحو ذلك فإن مدة غصبه الماضية جميعا يجب عليه أن إذا طالب صاحب الحق أن يعطيه قيمة أجرتها وأما ما لا يؤجر فإنه لا يعطيه قيمته أجرته ما لا يؤجر مثل ماذا النقدان فإن النقدين لا يؤجران الذهب والفضل لا تؤجر إلا أن تكون حريا وأما شخص غصب من آخر ألف ريال فنقول رد الألف فلما رد الألف طالب المغصوب منه أجرت أنها بقيت عندك سانة نقول ما يجوز لأن هذه لا تؤجر لا تؤجر ولذلك قالوا إن هذا إنما يكون فيما يقبل التأجير فيما فيه مانفعة منفكة نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله الرابع المال الملتقط إما آدميا أو مالا غيره نعم بدأ يتكلم مصنف عن اللقطة وهذه اللقطة لها ثلاثة أحوال تارة تكون من ملك المباحات وتارة تكون من الأمانات وتارة تكون من الضمان المغصوب إذن يد يد الملتقط تارة تكون يد ملك وتارة تكون يد أمانة وتارة تكون يد ضمان أذكرها بسرعة قبل أن نرد كلام المصنف تكون يد ملك إذا عرفها حولا أو كانت مما لا يستهوي أو لاسط الناس فإن من التقطها يكون مالكا لها تكون يده يد ضمان إذا التقطها بغير قصد التعريف أو التقط لقطة لا يجوز له التقاطها فإنه يكون ضامنا سواء ترفت أو لم تتلف حكمه حكم الغاصب ولو ردها لمكانها لا تبرأ ذمته بل تكون يده يد غاصب الأمر الثالث يد أمانة وهو إذا التقط اللقطة وعرفها ثم جاء صاحبها قبل انقضاء مدة التعريف وهي السنة فإنه في هذه الحالة نقول ما مضى يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط يقول الشيخ المال الملتقط إما آدميا أو مالا غيره قوله آدميا يعني أن الملتقط يكون آدمي وتعبير المصنف بأنه مال فيه نظر ولذلك لو قال الملتقط إما آدمي أو مال لكان أدق لأن الطفل اللقيط إذا وجد فلا يحكم بأنه مال لأنه يحكم بأنه حر ولا يحكم بأنه مال ولذلك فإن عبارة المصنف فيها ركاكة بعض الشيء نعم حسن الله قال رحمه الله أما الآدمي هو الطفل المنبوذ فقط نعم قوله أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط دون ما عداه ولا يصدق على غيره من الأشياء الأخرى كالحيواني فإنه يكون مالا والطفل المنبوذ هو الذي رمي في مكان أو وجد ملقيا بسبب فيضانات أو سيون ونحوها وهذا الطفل الآدمي يحكم عليه بأحكام الحكم الأول يحكم بحريته لأن الأصل في الآدميين الحرية الحكم الثاني يحكم بإسلامه باعتبار الدار فإن الأصل في ديار المسلمين موجود فيها فإنه يحكم بإسلامه الأمر الثالث بخصوص نسبه فإننا نحكم بأن هذا الطفل المنبوذ مجهول النسب ولا نقول إنه مقطوع النسب لأن الناس ثلاثة إما مجهول وإما مقطوع وإما معلوم فمجهول النسب هو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته ومقطوع النسب هو الذي ألغى الشرع سبب ولادته بأن كان ابنا لزنا فهذا حتى لو عرف من نتجه وعمائه فلا ينسب إليه بإجمع الأمر الثالث معلوم النسب هو الذي عرف أبوه ويعني كان بفراش شرعي إذن فقوله فهو الطفل المنفوذ فقط نعم قال رحمه الله وينفق عليه مما وجد معه إلا في بيت المال قوله وينفق عليه مما وجد معه إذا كان معه مال لأن بعض الناس قد يجعل مع الطفل مالا ومن والديه يجعلوا معه مالا وإن لم يكن له مال فإنه يكون نفقته في بيت المال لأن البيت المال تجب النفقة فيه على كل مسلم إذا لم يكن له مال ومنه المنبوذ قال رحمه الله وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه نعم يقولك وهو حر مسلم هذا ذكرنا قبل أنه يحكم بحرية وإسلام وتكلمنا أيضا عن نسبه قال ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه فإنه في هذا الحال لا يحكم بإسلامه لأن العبرة بالبلد لأن العبرة بالبلد والقاعد عند أهل العلم فيما يتعلق بالحرية والإسلام أنهم يقولون أن الطفل يتبع أباه نسبا ويتبع أمه حرية ورقا ويتبع خيرا والديه دينا هذا إذا كان أبواه معروفين وأما إذا كان مجهولين فإننا نحكم بحريته وبإسلامه وبعدم نسبه لعدم العلم بنسبه السلام عليكم قال رحمه الله والمال ثلاثة أقسام نعم قوله والمال أي والمال الملتقط والمال الملتقط ثلاثة أقسام القسم الأول ما لا يتبعه ما لا يتبعه همة أوساط الناس يملكه بالتقاطه وينتفع به إلى أن يوجد ربه ولا يعرف نعم قوله النوع الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس أي أن أوساط الناس لا تتبعه لا تتبعه النظر إليه مثل الصوت والعصى والخبزة ونحو ذلك من الأشياء القليلة وهذه تختلف بها أعراف البلدان فمن التقطه ملكه إذا لم يعرف مالكه بأن كان بجانب مالكه ونحو ذلك وينتفع به انتفاع الملك إلى أن يوجد ربه فإذا وجد ربه رده إليه ولو كان شيئا يسيرا ولا يلزم تعريفه ذلك قال ولا يعرف نعم قال رحمه الله وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه نعم النوع الثاني ما يمتنع من الحيوانات من صغار السباع مثل الإبل ومثل نحو ذلك الجاموس وغيره فإن هذا يحرم التقاطه لأنه سئل عن لقطة الإبل فقال معها حذاؤها وترد الماء وتأكل الزرع أو نحو مما قال عليه الصلاة والسلام فهذا لا يجوز التقاطه فمن التقطه فإن يده تكون عليه يد ضمان وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها نعم سائر المال يشمل الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع ويشمل الأموال التي تتبعها همة أواسط الناس فإنه يلتقط لكن بشرط أن يلتقطه بنية التعريف وأما من التقطه بنية التملك قالوا فإنه يكون ضامنا ولو رده إلى مكانه ويعرف سنة فيجب أن يعرفه سنة في غير المساجد وإنما في الأماكن العامة ويملك بعدها أي ويملك ذلك المال بعد مضي السنة أي قبل السنة تكون يده يد أمانة وبعدها تكون يده يد ملك حسن الله إليكم قال رحمه الله الخامس الهبة والعطية يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيها نعم قول المصنف الخامس الهبة والعطية جمع المصنف رحمه الله تعالى بين أمرين بين الهبة والعطية والعطايا هي نوع من أنواع الهبات والعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون العطية على نوعين من التبرع النوع الأول وهو غالبا المراد هنا هي الهبة للأبناء والوارثين فإن الهبة للأبناء والوارثين تسمى عطية وتخالف العطية الهبة هنا أنها لها حكمها غير أنه يجب العدل بين الأولاد في العطية المصطرح الثاني للعطية أنهم يقصدون بالعطية التبرعات التي تكون من المريض مرض الموت فتسمى عطايا المريض وذلك هذا من اشتراك اللفظ أن كلمة العطية تطلق على معنين في كتب الفقه عطية الأبناء وعطية مريض الموت مرض المخوف فيجب أن ينتبه بين النوعين من العطايا نشرح هذه الأمور بسرعة أولا قول مصنف الهبة المراد بالهبة هي المال الذي يملك تبرعا في غير مقابل عوض ويفرقون بين الهبة والصدقة أن الهبة أعم من الصدقة وإن أطلقت أحيانا بمعنى مقابل للصدقة فيقولون أن الصدقة هي التي تهدى بقصد الأجر بينما الهدية تكون بقصد المحبة والقرابة والجيرة ونحو ذلك من المعاني التي تكون بين البشر وأما الصدقة فإنها تكون لأجل ما عند الله سبحانه وتعالى فقط لا لأجل قرابة وإذلك نفسه سلم تجوز له الهدية وتحرم عليه الصدقة فمن أهداه لجواله ومن أهداه لقرابته ومن أهداه لغير ذلك من المعاني التي تكون عند الناس جاز له أخذها ومن أهداه من باب الصدقة فلا تجوز والعلماء رحمه الله تعالى يقولون أن ثلاثة أمور متشابهة أشير لها فقط إشارة الهدية والصدقة والرشوة فإن فيها وهي هدايا العمال وذلك يقولون أن العمال وهم موظفون العامون يجب عليهم أن لا يتسارعوا في قبول الهدايا ولا إجابة الدعوات فلا يقبل الهدية إلا لمن اعتاد أن يهديه معنى هداد أي قبل توليه أو اعتاد بالعادة العرفية مثل الجران يهدي بعضهم بعضا ومثل قرابات ومثل نحو ذلك من الأمور التي تكون بين الناس في علاقاتهم والإنسانية إذن هذا ما يتعلق بالهبة والفرق بينها بين الصدقة وبين الهدية والهبة والهبة تشمل هذه المعاني كلها الهبة من عقود الفاضلة كما تمر معنا وقد قال يساء الله سلم تهادوز تحاب والعطية هي الهبة للأبناء وقد وجب العدل بين الأبناء في العطية لحديث النعمان بن بشير لما نحله النبي صلى الله عليه وسلم نحلة فقالت أمه لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أبوه البشير بن النعمان فلما أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك أعطيتهم مثل ذلك قال لا قال فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على زور فدل ذلك على وجوب العدل بين الأبناء في العطية وكثير من أهل العلم يخصوا الحكمة بالأبناء فقط وبعضهم يجعله في الورثة والعلماء يقولون إن هذا في الورثة في غير الزوجين فيجوز للمر رجل أن يهدي زوجته أكثر مما يهدي باقي الورثة والمرأة أن تهدي زوجها أكثر مما تهدي باقي الورثة فالزوجان غير داخل في مسمى العطية غير داخل في مسمى العطية لأن الورثة الباقون كلهم بالقرابة وأما الزوجان فإرثهم بسبب السبب بسبب السبب وهو العقد فقد يزول العقد قبل الوفا المقصود من هذا أن العطية يجب العدل فيها وكيف هي العدل فيها قولا لأهل العلم والأقرب ما عليه الفقهاء وهو قول قتادة أنها قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا فيكون للذكر مثل حظ أنثيين هذا ما يتعلق بالعطية عطية الأبناء وأما عطية مرض الموت فإن مرض الموت تكلم سبق الحديث عنه قبله في الوصايا وقول المصنف يملك بالقبض أي أن من وهب غيره هبة أو صدقة أو هدية وقلنا إن الهبة تشمل الجميع فإنه لا يملكها الموهوب له إلا بعد قبضها وعندنا هنا عدد مسألة أريدها بسرعة المسألة الأولى كيف يكون القبض قالوا القبض في المكيلات بكيلها وفي الموزونات بوزنها وفي المعددات بعدها وفيما يتناول باليد بتناوله وفي العقار بالتخلية وما عد ذلك ما جرت به العرف والعادة كل ما يسمى قبضا فهو كذلك هذا الأمر الأول الأمر الثاني أننا نقول إن القبض لا يكفي وحده بل لا بد معه من شرط آخر وهو الإقباض ومعنى قولنا الإقباض أي لا بد أن يكون الواهب قد أذن للموهوب بالقبض فلو وهب شخص لآخر عينا فجاء الموهوب له فأخذها من غير إذن الواهب نقول لا تلزم وسيأتي المسألة اللزوم بعد قريب المسألة الثالثة معنا أن عقد الهبة صحيح قبل القبض وبعده لكنه لا يكون لازما إلا بعد القبض ما معنى قولنا إنه لازم يعني يجوز له الرجوع يجوز له الرجوع الهبة قبل قبضها ولكنه مكروه للحديث الذي ثبت عليه الصلاة والسلام أنه قال العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء فالمقصود من هذا أن أثر القبض إنما هو لزوم العقد لا صحة العقد ولذلك يجب أن نعلم أن القبض له ثلاثة أحوال تارة يكون شرطا في صحة العقد وتارة يكون شرطا في لزوم العقد وتارة يكون شرطا في جواز نقل الملك يكون شرطا في صحة العقد في الصرف وهو التقابض وذكرنا قبل قليل في السلم أنه لا بد من التقابض فيكون شرطا للصحة ويكون شرطا أيضا للصحة في الشركة على المشهور عند المتأخرين ويكون النوع الثاني يكون شرطا لللزوم في عقدين عقد الهبة العقد صحيح لكنه ليس بلازم فيجوز الرجوع فيه وعقد الرهن الذي ذكرناه قبل فإنه صحيح ولكنه ليس بلازم الأمر الثالث يكون العقد صحيحا لازما ولكن القبض شرط لنقل الملك فيه وهو في البيع في بعض الأمور مثل مكينات والموزونات فإنه لا يصح نقلها نقل الملك فيها من المشتري لمشتر ثاني إلا بعد قبضها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان وفي لفظ حتى يحوزه التجار إلى لحارم هذا هو القبض إذن هذا معنى قوله يملك بالقبض أي قبل القبض العقل صحيح لكنه ليس بلازم قوله هو يحرم الرجوع فيه الرجوع في الهبة والعطية لا العطية يجوز الرجوع فيها إذا لم يكنها كعادل بل هو واجب الرجوع في الهبة له حالتان إما قبل القبض وإما بعده فقبل القبض مكروه وليس محرما وقد ناظر بعض الأئمة في هذا الحديث عندما قال يسوه سلم مثله كمثل الكلب فشبهه بالكلب فقال المناظر فإنه قد رجع أي أن نفسه سلم دل على أن رجوعه مقبول فدل على أنه قبل القبض يصح الرجوع لكنه مكروه للتشبيه بالكلب وأما بعد القبض فيحرم الرجوع ومعنى قوله يحرم أي أنه لا يصح منه الرجوع أولا ويحرم عليه منع المال من صاحبه يحرم عليه منع المال من صاحبه أما الإقالة فهذا شيء آخر الإقالة شيء آخر نعم حسن الله ليكم قال رحمه الله السادس المأخوذ من الزكاة نعم قوله المأخوذ من الزكاة هذا من عقود التبرعات وقد مر معنا أنه يجب بدل الزكاة إلى ثمانية أصناف ذكرها الله عز وجل في كتابه إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية فمن ملك شيئا من الزكاة هو قد ملك عقد بعقد تبرع وهو شبيه بالهبة من جهة أنه من عقود التبرعات للمعاوضات والأمر الثاني أن ما ملك بالزكاة لا يملك إلا بالقبض وقبل ذلك لا يكون مملوكا وإن تلفظ به والتملك بالزكاة والصدق شبيه بالهبة لكنه كما ذكرت أن الفرق بينه وبين الهدية أن الهدية يقصد به أعراف الدنيا من المحبة والمودة ونحوها بينما الصدقة والزكاة يقصد بها ما عند الله عز وجل عندي هنا مسألة فقط للفائدة فيما يتعلق بالزكاة أحيانا يكون التمليك للزكاة باب اللفظ بأن يقول للفقير عندي لك زكاة وخاصة زكاة الفطر فهل يكون ملكها بمجرد اللفظ نقول لا يملكها بمجرد اللفظ وإنما يملكها بالتوكيد فيقول وكلت زيدا بقبضها فلا تبرأ ذمة الباذل إلا بذلك متى يكون هذا الشيء يكون مثلا خلنا نقول في زكاة الفطر إذا قلنا زكاة الفطر نحن نعلم أنه يجب إخراجها قبل غروب شمس يوم العيد في بعض السنوات مثل السنوات الماضية شق على بعض الناس إيصال زكاة الفطر في وقتها فلا نقول إنه يكفي على أن يتصل بالمحتاج ويقول عندي لك زكاة فإن هذا لا يكفي بل لا بد أن يقول لذلك الرجل وكل فلانا ليقبضها فحينئذ بريئت وإن كان طبعا لحاجة ترتفع الكراهة ويرتفع التحريم للحاجة لكننا نتكلم عن قضية ابتداء الحكم حسن الله عليكم قال رحمه الله السابع المأخوذ من مال الغنيمة نعم والمأخوذ من مال الغنيمة تقدم في كتاب الجهاد والمأخوذ من مال الغنيمة أنواع إما أن يكون مقسوما بعد التخميس وإما أن يكون من باب أخذ السلب على سبيل الانفراد وإما أن يكون أيضا من باب التنفيل والتنفيل غير والتنفيل يكون قبل التخميس قبل التخميس يكون التنفيل لمن نثل له الإمام نعم السن الله عليكم قال رحمه الله الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة نعم هذه المسألة مسألة مهمة جدا ذكرها المصنف هنا لماذا ليبيلنا أن هذا أخذ للمال من غير معاوضة معتبرة شرعا وهو محرم من الأمور المحرمة شرعا الرشوة وقد لعن الله الرائشة والمرتشي والرشوة ملعون صاحبها وهي مال محرم لكسبه وقول المصنف للقاضي والحاكم القاضي واضح لأنه قد يحيف في حكمه والحاكم أي من وليا ولاية عامة والولاية العامة قديما إنما كانت للعمال والقضاة ونحوهم وفي هذا الوقت توسع الوظائف العامة العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن أخذ الموظف العام وأنا أتكلم باللغة الحديثة لنائبا موظفا عن جهة حكومية وهذا الذي تتعلق بها مثلا الاختصاص بريوان المظالم في القضايا الإدارية وهو الموظف الحكومي أو ما في معنى يسمونه هذا الموظف العام إذا أخذ مالا له أحوال الحالة الأولى وهو أشد أحوال أخذ ماله إذا أخذ المال ليظلم بأن يحيف في الحكم فهذا هو أشد الرشوة بل إن ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا من الحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فبين أن من حاف في الحكم وظلم لأجل ذلك فهذا أشده هذا واحد ثانيا أن يأخذ المال لغير ذلك وإنما لعمله لم يظلم أحدا ولم يقدم أحدا على أحد وإنما أخذ المال لأجل ذلك فقط فهذه أيضا رشوة فهذه رشوة دليل ذلك أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وقف عند أمير المدينة وأراد أن يدخل فمنعه حاجبه فقيل له هل بينك وبين الحاجب بشيء؟ قال لا فحينئذ قيل أعطه فقال إني سمعت بنا مسعود يقول قال النبس سلم لعن الله الرائشة والمرتشي ثم قيل له إنه لم يظلم أحدا فقال لو ظلم لا كان حكما بغير ما أنزل الله ثم ذكر الآيات التي ذكرتها قبل قليل فبين ذلك أن كل من أخذ مالا ليؤدي عمل فإنها رشوة فإن حينئذ تدخل في الرشوة وهي من هدايا العمال التي تكون غلول سمها غلول لأنها أخذ عليها عوضين من المكان العام وأخذ مالا في مقابل ذلك فكأنه غلم بيت مال المسلمين فتكون غلولا بقي عندنا شيء في الهدية سأذكرها بعد قليل إن شاء الله هذا من الجشف والحاكم وهي محرمة ولا شيء بل هي من كبائل الذنوب لوجود اللعن فضل الشيخي أحسن الله ليكم قال رحمه الله التاسع الهدية وهي مباحة لغير الحاكم إذا لم يكن له من المهدي عادة نعم قال المصنف الهدية والهدية مباحة لأن لها حظ الدنيا من أهدى لغيرها هدية لحظ الدنيا لأجل محبة ولأجل قرابة لأجل جوار ونحو ذلك ولا شك أن بعض المباحات تقلب ويكون فيها أجور بحسب النية والقصد والأثر قول المصنف لغير حاكم تكلمنا عنها قبل قليل أن الحاكم لا يقبل هدية إلا لمن جرت عادة من المهدي أن يهدي له والعادة من المهدي نوعان إما عادة قبل لا توليه الولاية والحكم والأمر الثاني العادة الجارية في مجتمع الناس مثل الجار يعطي جارة ونحو ذلك الذين يعطونهم شخص للآخر أو لعموم الحي ونحو ذلك من الأمور والهدايا العامة عندنا هنا مسألة تتعلق بالهدايا العلماء رحمه الله تعالى يقولون إن من أهدى لغيره هدية فله ثلاثة أحوال إما أن يكون طبعا لأجل العمل إما أن يهديه الهدية أو نقول حالتان إما أن يكون لأجل وظيفته فهي محرمة لأجل وظيفته أهداه فإنها محرمة وإن لم يأخذ في مقابلها عمل فإن أخذ في مقابلها عمل فتكون إما رشوة أو غلولا كما تقدم الأمر الثاني أن لا يهديها للعامل وإنما يهديه لمن شفع عنده شفاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود من حديث أبي أمامه من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من يشفع شفاعة لا يجوز له أن يأخذ الهدية لكن ليس على كل شفاعة وإنما إذا كانت الشفاعة عند جهة عامة أي عند قاض أو جهة حكومية عامة فمن شفع في جهة حكومية عامة حرم عليه أخذ الهدية من غير مشارطة فمن باب المشارطة أو لا لأن أخذ الجاه على هذه الأمور لا يجوز وأما الشفاعة في غيرها كالشفاعة في الزواج أو في تجارة ونحو ذلك أو وظائف في قطاع غير حكومي فيجوز أخذ الهدية عليها وهذا هو الذي نص عليه فقهاؤنا في شرح حديث أبي أمامة المتقدم وبه تنحل جميع الإشكالات حسن الله إليكم قال رحمه الله العاشر أرض الموات مملوكة لمن أحياها نعم أرض الموات هي الأرض المنفكة عن الملك والاختصاص أي لا يملكها أحد ولم يختص بها أحد بتحجير أو بإقطاع فإن من أحياها ملكها أي ملك ما أحياه وحريمه فإن كان قد حفر بئرا فإنه يملكه ويملك حريمه إما خمسة وعشرين أو خمسين ذراعا لما جاء في أثر سعيد المسيب بناء على أن البئر هل هي عادية أم بادية ومن زرع شجرة ملكها ومد أغصانها ومن زرع زرعا من غرس شجرة ملكها وحريمها بمقدار مد أغصانها ومن زرع زرعا فإن الزرع هل يكون إحياءا أم لا على قولي لأهل العلم والأول مشهور أن الزرع لا يكون إحياءا وإنما الإحياء يكون بالغرص دون الزرع والزرع مثل البذر هذا البعل وغيره وهذا يسمى إحياء الموات هذا معنى إحياء الموات نعم السلام عليكم قال رحمه الله الحادي عشر الركاز وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس نعم تقدم معنا في باب الزكاة أنه يجب أن يخمسه وعرفنا معنا الخمس والركاز تكلمنا عنه هناك أيضا وكيف يكون صفته الثاني عشر قاله مملوك لمن وجده لا لمن كان في أرضه لا لمن كان في أرضه السلام عليكم قال رحمه الله الثاني عشر المعادن مملوكة لمن وجدها نعم المعادن نوعان والمقصود بالمعادن هي التي تخرج في الأرض كالذهب والفضة ونحوها فإن من وجدها فإنه يملكها الثالث عشر الثالث عشر الكنوز مملوكة لمن وجدها إذا لم يكن في أرض مملوكة نعم الكنوز أيضا ملحقة باللقطة بأن يجد كنزا فإن من وجدها يملكها إذا لم تكن الأرض مملوكة فإنها تتبعه نعم الرابع عشر كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه نعم هذا أيضا من المباحات وهو الصيد فكل ما في البحر من السمك والحيوانات الأخرى واللؤلؤ من وجده وحازه يملكه وهذا يدلنا على أن الملك بالإباع أن المملوكة بالإباحة لا يملك إلا بالحيازة وقبل الحيازة ليس مملوكة وقد أطال العلماء في ضابط الحيازة فتكلموا عن كل شيء كيف يحاز ففي الصيد بصيده وبمجرد أصول السهم له فمن وجد سهمه فيه فإنه يكون هو الذي ملكه أو وجد فيه عنده كلبه أو طائره وتكلموا أيضا عن السمك ونحوه أنه يكون بمجرد الأخذ ولو كان مرميا على البحر فمن أول من أخذه ملكه وليس من رأاه وإنما من حازه بيده حتى أن العلماء تكلموا عن مسائل قليلة مثل الطعام فإن من دعا غيره إلى وليمة فقد أباح له أكل طعامه وقالوا كيف يملك الطعام لأنه مباح قيل يملكه بوضعه في يده وقيل يملكه بوضعه في فيه ويترتب على ذلك أنه لو وضعه في يده وقلنا أنه يملك جاز له أن يطعمه غيره وإن قلنا أنه لا يملكه إلا بوضعه في فيه فإنه ليس له أن يطعم غيره ولو لقمة واحدة حسن الله إليكم قال رحمه الله الخامس عشر كل الطيور البرية وعشاشها مباحة لمن أخذها نعم هذا واضح جدا ومتعلق بالصيد السادس عشر كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه مأكولا كان أو غيره نعم حيوان البر الوحشي يخرج حيوان الأهلي مثل الغنم والبقر ونحوها والطيور الأهلية فإنها تكون ملكة لصاحبها في الأصل وإن ذهبت عنها فتكون حكم وحكم اللقطة مثال ذلك الصقور إذا وجدت عليه علامة التملك فإنها يجب يكون حكم وحكم اللقطة صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله السابع عشر مال من رغب عنه وتركه في مصر أو برية أو مضيعة أو مهلكة لعزه عنه أو لا مولوك لمن أخذه نعم يقول المصنف أن من رمى مالا وهذه المسأة يذكرها عادة العلماء في باب اللقطة أن من رمى مالا راغبا فيه وتركه إما في مصر أي في بلدة وخرج من هذه البلدة ولم يجعله أمانة عند أحد لا يريده أو رماه في برية وهذا نراه عندما يذهب الشخص للتنزه يجد أن بعض الناس قد ترك ربما سلة فيها طعام أو ترك سلة فيها بعض الأدوات التي استغنى عنها لو لا يريدها من بعض الأمور التي يستخدمها الذين يذهبون للبرية قال أو مضيعة أي مكان عادة تضيع فيه الأموال أو مهلكة تهلك فيها كذلك ومن أمثلة ذلك ما يرميه بعض الناس عمدا في القمامة نعم قد يكون خطأا فيجب ردها له لكن ما يرميه عمدا مثل أن ترى بعض الناس قد يرمي بعض الأجهزة التي فيها تلف يسير أو بعض الأثاث الذي فيه تلف يسير فما دام قد رماه في القمامة جاز لك أخذه من غير تعريف لعلمك أن صاحبه قد رغب عنه وأما إن خشيت أنه قد أخطأ مثل ما يسقط من بعض الناس الذهة في القمامة فليس ذلك كذلك قال لعجزه عنه أو لا أي لعجزه عن حمله عند السفر أو لا وإنما رغبت رغبة عنه وقادل عن حمله ولكنه رماه قال هو مملوك لمن أخذه أي لأول من أخذه حسن الله إليكم قال رحمه الله الثامن عشر كل عشب وكلاء لم يزرعوا آدمي مباح لمن أخذه سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة الأمر الثالث من الثامن عشر من المباحات العشب والعشب هو الحشيش الناس شركاء فيه فالكلاء فالنبسة والسلام بين الناس شركاء في ثلاثة ومنها الكلاء فالكلاء الذي هو العشب الناس شركاء كل من احتش وقطع الحشيش فإنه يملكه بمجرد قضعه له قال مباح لمن أخذه وصفة أخذه يكون باحتشاشه وقطعه وأما الكلاء الذي يزرعه الآدمي ونسميه في اللهجة الدارجة بالبعول لأنها ترمى فهذا يكون مملوكا لمن زرعه قال سواء كان في أرض مملوكة أو غير مملوكة لأن المباح لا يملك إلا بالحيازة والأخذ فلو دخل أمرء أرضا مملوكة ووجد فيها حشيشا أنبته الله عز وجل أو فطريات وهو الذي يسمى بالفقع يجوز له أخذه وإنما صاحب الأرض أولى من غيره به فقط يعني لو أنه مستوى في الوصول له لحظة واحدة فمالك الأرض أولى وأما قبل ذلك فإنه يجوز له أن يأخذه ويملكه وإنما فقط يمنع من الدخول من غير إذن إذا كان عليه باب ونحو ذلك نعم هذا هو الحطب فإن الشجر البري إذا لم يكن بغرسه آدمي فإنه يباح أخذه يعني احتطابه وقصه للانتفاع به إذا كان في أرض غير مملوكة وأما إذا كانت مملوكة فتقدم أن صاحبه أولى بها فقد يكون قد انتفع بها بأن جعلها مكان يستضل به ويجلس فيه فهذا يختلف عن العشب لأن فيها منفعة غير قضية الأكل وذلك فالشجر البري إذا كان في أرض مملوكة يختلف عن العشب الذي يخرج في الأرض المملوكة ففرق بين الثنتين لوجود المنفعة قبل ذلك أريد أن أذكر قيدا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن جميع هذه المباحات التي سبقت كلها يجوز تقييدها من ولي الأمر وهذه قاعدة نص عليها أصحاب الإمام مالك وأصحاب إمام أحمد وغيرهم من فقه رحمة الله عليهم فيجوز للمصلحة تقييد ملك المباحات فيجوز منع الاحتشاش ومنع الاحتطاب ومنع صيد الحيوان ومنع أخذ الركاز إذا كان لمصلحة وقد فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كعمر وعثمان حينما حمايا النقيع وهو المكان المعروف في شمال المدينة حما هو لمصلحة المسلمين لكي ترعى فيها إبل الصدقة ومنعوا أهل البلد من احتشاش حشيشها أو رعي إبلهم وغنمهم فيها وجعلهم يذهبون للمكان البعيد لأجل المصلحة قال رحمه الله العشرون ماء كل نهر وعين جاري مملوك لمن أخذه نعم أما قبل الأخذ والحيازة فإن الناس فيه شركاء وقد جاء عن ابن صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس شركاء في ثلاثة في الماء والنار والكلأ الماء كل ماء نهر وعين جارية والماء الموجود في نقع البئر ليس ملكا لأحد نعم البئر إذا كان الشخص يملك البئر بأنحفره أو ملك الأرض التي فيه هو مختص به لكنه ليس مالكا للماء الماء لا يملك إلا بالحيازة والمراد بالنار فيها تفسيران أحد هذين التفسيران أنه الحطب الذي توقد به النار والكلأ هو الحشيش وقد أورد المصنف الثلاثة كلها بسنو الله عليكم قال رحمه الله الحادي عشر إخراج الأموال عن مالكها نعم بدأ يتكلم في هذا الأمر كيف يكون إخراج المال السابق إدخال الملك إما بالمعاقدة وأورد البيع وما بعده أو بغير معاوضة والذي أوردها قبل قريك الهبة ونحوها والآن نتكلم عن قضية إخراج الأموال بذل الأموال وهو الطرف المقابل إما بعوضين وهو البيع والهبة بشرط عوض طيب النوع الأول إما أن يكون بعوض وهو البيع ومثل البيع أيضا إخراج المنفعة وهو الإيجارة ومنه أيضا السلم والسلم نوع من أنواع البيع يقول العلماء ومنه أيضا الجعالة وغير ذلك من العقود التي أوردها العلماء التي جعلوها من أنواع المعاوضة قال المصنف والهبة بشرط عوض جاء عن أمر رضي الله عنه في مثابة عنف الموضة وغيره أنه قال من وهب هبة لأجل عوض فهي بيع إن رضيه وإلا رده وفقهاؤنا رحمة الله عليهم لما أخذوا بذلك نظروا للمقاصد فإن من بذل لغيره هبة على أن يعطيه بدلا منها فحكمها حكم البيع ولكنهم أرادوا أن يغلقوا باب النزاع وهم يحتاطون كثيرا في هذا الباب فقالوا من شرط الهبة لكي تكون هبة بقصد الثواب أن يكون شرط العوض صريحا لا عرفيا لا بد أن يكون صريحا لأن العرف يعني قد يكون حيلة للرجوع في الهبات فقد يهب امرؤ مالا ثم يقول قصدت بها العوضة فيقول أرجعها لي أو أرجع لي بدلها فإغلاق وحسما لباب النزاعات فقالوا لا بد أن يكون شرط العوض صريحا فيقول وهبتك على أن تعطيني كذا أو في مقابل أن تعطيني كذا إذن فشرط العوض الذي أورده المصنف عند فقهائنا لا بد أن يكون صريحا نعم الرواية الثانية أن دلائل الحال تكفي ومثلوا لدلائل الحال قالوا لو أهدى شخص لآخر جرت عادته أنه يهدي عفوا أنه يثيب على هديته فالعادة هذه بمثابة ذلك والحقيقة أن هذا يعني لو نظر نداب القضاء فيها سبب الخصومة كبير جدا ولذلك إغلاق الباب بالاكتفاء بالشرط الصريح وجه نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وإما بغير عوض وهي أقسام نعم قوله وإما بغير عوض وهي العقود التبرعات في الجملة وكثير منها سبق الحديث عنها في التملك نعم أحدها الزكاة نعم وتقدمت الثاني الجزية الجزية يكرى أن الجزية في مقابل في غير مقابل وكما هو ظاهر كلام مصنف وبعضهم يقول بل هي في مقابل في مقابل ما يقوم به المسلمون من حفظ دمه وعرضه ومعاملته كالمسلم في هذه الأمور ونحوها فهي في مقابل أمر آخر وعلى العموم أن الجزية قال من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة أي فكان من أهل الذمة وتفصيلها في كتاب الجهاد وأشرت لبعضها فيما سبق قال رحمه الله من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة الثالث الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفاة من كل جائز التصرف في بر بلفظ صريح أو كناية نوع الثالث من التبرعات الوقف والوقف هو إخراج للملك لملك الموقوف عليهم فإذا أوقف على وقف أهلي أو وقف عام لغير المعينين كالفقرة فهو في ملكهم وإن لم يكونوا معينين فيكونوا في ملكهم فيملكون منفاعته ونحو ذلك وأما وقف المسجد فهو وقف هو تمليك لعموم المسلمين وقول المصنف هو تحبيس الأصل معنى تحبيس الأصل يعني أن العين الموقوفة لا تباع كما جاء في الحديث حبس أصلها وسب المنفاة فتحبيس الأصل هو عدم البيت وتسبيل الموقوفة تجعل ريعا للموقوف عليهم قوله من كل جائزة التصرف أي لا يصح الوقف إلا من جائزة التصرف في بر أي من شرطها أن تكون في بر من شرط الوقف أن يكون في بر أي لجهة بر والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن ما وقف على غير جهة بر كعلى البدع والخرافات أو على أمر محرم فإنه تبطل الجهة ويصرف إلى جهة أخرى ومن البر أحيانا قد تكون القرابة وإن يكون غير مسلمين مثل ما جاء أن صفية رضي الله عنها أوصت بثل في مالها لأخيها وكان يهوديا لم يسلم فدل على أن البر الصلة والقرابة عموما قوله بلفظ صريح أو كناية كحبست وأبت وأوقفت ونحو ذلك نعم قوله العشر وهو تعشير الأموال كما قضى به عمر وغيرهم الصحابة التعشير معناه أن من دخل إلى بلادنا أو بلاد المسلمين فإنه يجوز لولي الأمر أن يعشر تجارته التجر يعني تاجر فينظر كم قيمة تجارته فيأخذ عشرها ويكون هذا العشر يصرف في مصالح المسلمين حسن الله أليكم قال رحمه الله الخامس وعن توسع بعض الفقهة قديما في التعشير فجعلوها للمسلم والكافر معا وهذا الذي عليه الآن العمل في أغلب البلدان الإسلامية الآن بل في دول العالم وهو اللي يسمى الجمالك حسن الله أليكم قال رحمه الله الخامس الوصية الروف نعم الوصية هذه من العقود والعقود التي فيها الفقهة يسمونها عقد لأنها إخراجوا من المال بعد الوفاة والفرق بينها وبين غيرها أن الأصل أن من مات ينتقل ملك ماله لورثته بلكا قهريا من غير إذنهم وليس له أن يتصرف إلا بالثلث وهي الوصية وقد بيّن المصنف أولا أن الموص يجب أن يكون جائز التصرف نعم وهي مجتملة على وصية وموصا به وموصا له وموصا إليه طبعا لم يذكر الموصي لأن الموصي ذكره في البداية وهو في قوله وتصح من جائز التصرف قال رحمه الله فالوصية مستحبة بالثلث لمن له وارث وبأكثر لمن لا وارث له ولا تصح بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة نعم قوله الوصية مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرئ مسلم عنده مال يبيته ثلاثة ليال إلا وصيته مكتوبة عند رأسه وقوله بالثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير وذلك العلماء استحبوا أن نقص عن الثلث كما قال أبو بكر وعمر أو علي لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع قوله لمن له وارث سيأتي مفهومه بعد قليل وبأكثر أي ويجوز الوصية بأكثر من الثلث أي بالمال كله لمن لا وارث له وكذلك لمن لم يرثه إلا فالزوجة مرأة إذا لم يكن لها إلا زوج أو الرجل إذا لم يكن له إلا زوجة أو زوجات جاز له أن ينصي بما زاد عن نصيبهن لمن شاء يعطيه من شاء في أي جهة شاء لأن الفقه يقولون إن من لا وارث له أو ليس له وارث إلا أحد الزوجين الماله يكون عند بيت مال المسلمين لا إرثا وإنما يكون من باب الحفظ حتى يظهر له وارث أو يصرف في مصارف المسلمين العامة المصلحة ولا يكون إرثا وهذا هو الأصوب فمدام ليس له وارث له أن ينصي به لمن شاء قلنا أحد الزوجين لماذا لأنه لم يثبت الرد على الزوجين لم يثبت الرد عليهما وما نقن عن عثمان رضي الله عنه فإن إسناده لا يثبت وعامة أهل العلم والمذاهب الأربعة جميعا على أن لا رد على الزوجين وما نسب لبعض أهل العلم كشيخ تقيدين أنه يرد على الزوجين فهذا غير صحيح هذا قول ضعيف الحقيقة الرد على الزوجين فإنه لا يرد عليهما أصلا الله عليكم قال رحمه الله والموصى به المال والموصى له كل من جملة أذنت لي شيخ قال ولا تصحوا بأكثر من ثه وقوله بإجازة الورثة هل الإجازة من باب الإمضاء للسابق ابتداء تبرع الموصى من عند الفقهاء الأول أنها لوصية الميت ثم قال المصنف والموصى به المال وهذا واضح فإن مال الذي يتبرع به قال رحمه الله والموصى له كل من يملك نعم تصح الوصية له فالحيوان لا تصح الوصية له نعم هناك من يملك حكما كالمسجد فإن الوصية له تجوز قال رحمه الله والموصى إليه كل جائز التصرف نعم الموصى إليه هذا يسمى الإيصى غير الوصية يسمى الإيصى والفرق والفقه عندهم والإيصى هو بمثابة التولي أن يتولي أجعل شخصا وليا على مال أو على أبناء إذن للميت إذا كان أبن دون غيره ليس لأحد أن ينصي للأم للأخ للأخت أحد الزوجين لا ليس له أن ينصي على زوجه في غير ذلك طيب الموصى إليه من هو أن يوليه على مال أو يوليه على أبناء التولي على المال بأن يقول إن الوصية في الموصى إليه في توزيع ثلث ماله هو فلان نقول هذا يجوز لأن هذا إيصى موصى إليه بتوزيع الثلث هذا واحد أو أن يقول إن الوصية على أموال أبناء القصر إذن الذي يوصي الأب فقط بأن يحفظ مالهم وينبميه لهم وينفق عليهم هو فلان فيكون وصيا على أبنائه في أموالهم النوع الثالث أن يوصي الأب إلى رجل في تزويج بناته فيقول الأب أوصيت إلى أن يزوج بناته فيكون وليا في تزويجه ويقدم على أبيه وهو جد البنات وعلى أبنائه وهن أخوة البنات وعلى غيرهم ويذلك يقولون إن أولى الناس بتزويج المرأة أبوها ثم وصي إليه بعد وفاته أو في حياته إذا فقد العقل نعم صلى الله عليه وليكم قال رحمه الله السادس العتق يسن لمن له كسب بلا مفض صريح وكناية نعم العتق واضح وهو إخراج من الرق إلى الحرية وقد ألغى شرع جميع أسباب الرق إلا ثلاثة الأول ما باقي بأيدي الناس من أيام الجاهلية والثاني ما يكون بسبب حرب صحيحة مع حربيين غحي فإن العرب لا يسترقون الثالث ما توالد منهما وهذه قليلة فإن النوع الأول قد انقطع والنوع الثاني شبه انقطع وقد ذكر بعض العلماء أنه من القرن الرابع قل ما توجد حرب تستوفي الشروط الصحيحة وبناء على ذلك فإن بعض من العلماء من الشافعية وغيرهم كان يتحرج من العتق بل إن بعضهم أفتى في وقته قبل عشرات مئات السنين أنه ينتقل إلى بدل العتق لفاقد العتق الشرعي فأغلب المملكين منذ مئات السنين ربما أو بضع مئات السنين كل أسباب رقهم غير مشروعة وإنما هي سرقة نعم حسن الله أليكم قال رحمه عفونا شيخنا قوله يستن أن يستحب الشرع بيّن في أحاديثة كثيرة أنه يعتق من من يعض منه عضوة لمن له كسب يعني أن يكون المعتق له كسب لكي ينفق على نفسه وإن لم يكن له كسب أي المعتق فإن الأفضل أن لا يعتق ليصرف عليه سيده قوله بلفظ صريح وكناية أي العتق نعم مثل أنت حرب نحو ذلك قال رحمه الله ويحصل بقول وملك رحم محرم بقول واضحة اللي هو الصريح والكناية وملك رحم محرم يعني من ملك أباه أو أمه أو أخاه أو أخته وهذا هو الرحم ومحرم بمعنى أنه لو كان أحدهما ذكر والآخر أنت حرم عليه الزواج فإنه يعتق حين ذاك قال ومن أعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا وما أعتق العلماء رحمه الله تعالى يتكلمون عن القن إذا كان مملوكا بين اثنين فأعتق أحد الشخصين نصفه فقالوا إنه بمثابة الإتلاث على الشريك لأن أنه أصبح نصفه عبد فما الحكم حينئذن؟ قال العلماء من أعتق شركا له من عبد عتق كله إن كان موسرا أي سرث سرى العتق وهي يسمونه السريان سرى العتق لجميعه وحينئذن فمن أعتق النصف فوجب عليه ثمن النصف الآخر لشريكه وجوبا إذا كان موسرا عنده مال قال وإن كان موسرا يعني لم يكن عنده مال ليدفع القيمة النصف الثاني قال فقد عتق منهما عتق وإذلك هذا الحديث الذي جاء جاء في بعض ألفاظه أنه يؤمر بالاستسعى وزيادة الاستسعى وإن رواها بعض أهل العلم الذين يعنون بالصحيح إلا أن بعضا من المحققين كأحمد وغيره قالوا إنه منكر لا تثبت وأن أصح لفظ الحديث فقد عتق منهما عتق فقد عتق منهما عتق وهذا معنى قوم صنف وما أعتق فقط دون ما عداه فيبقى رقا فحينئذ يكون مبعظا إن كان المعتق معسراء قال ويصح حالا ومعلقا إلى وقت نعم يصح حالا يعني الآن منجز ومعلقا إلى وقت سواء وقت قريب أو عند شرط معلق على شرط أو معلق على الوفاة مثل المدبر فإن المدبر علق علقت حريته على الوفاة فإن علق بالموت فهو تدبير يعتبر من الثلث نعم التدبير ثبت في السنة أن نساء الله سلم أجازة ويعتبر مثل فإنه لا يصح وقد جاء أن رجلا أعتقى عبدا له عن دبور وليس له مال غيره فرده أن نساء الله سلم باع عبده نعم ويصح بيع المدبر في تاليه نعم قوله ويصح بيع المدبر في تاليه يعني أنه إذا باع مدبرا ثم أراد في آخر حياته أن يبيعه قالوا يصح يعني في تالي حياته ولو كان في وقت مرضه المخوف هذا الذي يظهر من كلام مصنف وقد يحتمل معنى آخر غير هذا المعنى قال رحمه الله وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة مستحبة لمن علم فيه خير نعم هذه الكتابة في كتاب الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وذلك إذا باع السيد عبده لنفسه كيفها المصنف أنهم بيع مال الشخص لنفسه إن الكتابة عقد مستثنى على خلاف القياس لأن الأصل أن الشخص لا يبيع على نفسه فالعبد ملك له فلو أخذ مالا من عبده فكأنه أخذ مال نفسه ليعتق ماله وهو عبد وهذا معنى قوله وإن باع السيد عبده لنفسه بمال إلى أجل فهي كتابة أي تنجيم مستحبة لمن علم فيه الخير أي إذا علم فيه الخير يعني القدر على التكسب لأنه لو لم يكن قادر على التكسب ربما يعني فعل أمور ممنوعة شرعا ويعتق بالأداء وإن عجز عاد رقا نعم إذا أعتق إذا بذل آخر نجم فإنه يعتق بأدائه ولا يلزم حين إذن التنفذ بالعتق قال وإن عجز أي عجز عن أداء الأنجم الواجبة عليه عاد رقيقا ولو كان عنده مال وقادر على التكسب لما جاء في الحديث المكاتب قن ما بقي عليه وإن ولدت الأمة من سيدها ما يتبين فيه خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته ولا يجوز له بيعها نعم هذه مسألة أم الولد يقول المصنف إن إذا ولدت الأمة من سيدها عبر بالأمة أي من سيدها عبر بسيدها لماذا؟ لأن الأمة قد يطأها سيدها من باب ملك اليمين وقد يطأها شخص مملوك بعقد زواج وقد يطأها حر وعقد زواج الحر بالأمة جائز عند فقد الطول عند فقد الطول المقصود بأم الولد التي يطأها زوجها بعقد الملك وهذا معنى قوله إذا ولدت الأمة من سيدها أي مالكها بعد وطئها طبعا ما يتبين فيه خلق الإنسان قوله ما يتبين فيه خلق الإنسان قالوا بأن يكون قد استبان فيه يد ونحو ذلك وفي الغالب أنه ودى الثمانين بأن يكون قد بلغ نحوا من واحد وثمانين يوما فأكثر وأما دون ذلك فعلى المشهور فإنه لا يعتبر وسأرجع لكلمة ما يستبين قال صارت له أي صارت الأمة له بذلك أمة ولد تعتق بموته معنى قولها تعتق بموته أي من رأس المال وليس بالثلث ولكنها تبقى أمة ليس لها قسم ويتعلق بها ما يتعلق ولا يجوز له بيعها وهذا قضاء الصحابة بل إن إجماعهم عليه وذلك قال أبو عبيد السلمان لعلي قضاءك مع الصحابة الأول خير من قضائك وحدك والمقصود من هذا أن تعبير المصنف ما يستبين به أو ما يتبين به خلق الإنسان سواء كان حيا أو ميتا لا عبرة سواء كان ذكرا أو أنثى لأن كلمة الولد يشمل الذكرا والأنثى معا عندنا هنا في مسألة ما يتبين به خلق آدمي تترتب عليه أحكام كثيرة جدا دائما العلماء يقولون ما يتبين به خلق الآدمي أو بما تكون به الأمة أمة ولد يترتب عليه أحكام كثيرة منها أن الدم الذي يخرج من المرأة يكون نفاسا ومنها أنها إذا مات زوجها أو كانت مطلقة وكانت حاملا ثم ولدت ما يستبين به خلق الآدمي فإنه تخرج من عدتها حين ذاك وأحكام أخرى أيضا متعلقة بهذا الجانب في العدد وفي الصلاة في النفاس وفي غيرها متى نحكم بأن الدم نفاس وهذه الأحكام وتستكون به أم ولد المشهور عند المتأخرين أنه يحكم بذلك إذا جاوز الثمانين بأم كان في واحد وثمانين فأكثر لظاهر حديث بن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ليلة نطفة ثم يكون أربعين ليلة مضغة ودل ذلك على أن ما بعد الثمانين فإنه يتجاوز يبدأ في التخلق وقال بعض أهل العلم إن التخلق قد يكون قبل الثمانين ولكنه قطعا إذا وصل الثمانين فقد تخلق وبناء على ذلك فإننا نقول إنه إذا ولد المولود ووجدت فيه آثار التخلق وهو أكثر من الأربعين ودون الثمانين فحكمه حينئذ حكم ما تبين خلقه وهذا هو الأقرب وقد جاء فيه حديث عند البيهقي أنه يكون مضغة في ذلك بدد بعد ذلك وهذا الذي يتوافق مع ما يقرره الأطباء حديثا نسأل الله عز وجل لنا جميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداء وأن يغفر لنا ولوالدين والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله وسلم